أنا عايز أقول لحضركم أن احنا النهاردة بنتشرف جدا أن احنا بنرد عليكم في أحدث مصر فيلم اسمه الحارس الحارس ممكن يبقى اسم لفيلم عن شاب طفل طولة سنة 35 وشاب دخل القوات المسلحة وتدرج في مناصب مختلفة وكان له مشاركة مباشرة من خلال كتيبة 16 إذا لم كنتش هنا غلطان في الرقم في المزرعة الصينية وبعد كده اتقدم للرأي العام على أنه وزير الدفاع لكن مصيره كان مرتبط بمشاهد تاريخية في هذا البلد مشاهد تاريخية سواء في الحروب اللي خضها أو مشاهد تاريخية خلال التحولات السياسية بنتكلم عن المشير تنطاوي فيلم الحارس بيورد لأول مرة بتفاصيل من أول جاره اللي كان بيلعب معه كورة فأسوان في النوبة لغاية اللي كان ساكن جنبه لغاية زملائه ومعاصري اللي كانوا موجودين معاه في القوات المسلحة الصور لحضراتكم شايفينها دي بنعرضها لأول مرة من خلال وجودنا في حياة أو محاولة استعراض وتلخيص بسيط يعني لأنه أي تلخيص بخل هيبقى مرتبط باسم المشير تنطاوي واللي احنا اخترنا أن يبقى اسم العمل ده اسمه الحارس نعرضه النهاردة لأنه المشير تنطاوي عنوان صحيح لكن هو عنوان كمان لجيل كامل ولينا جميعا اللي كنا في عمار مختلفة وبنشوف المجتمع ده مر بإيه والعنوان كان فيه القوات المسلحة قبل ما نعرض التفاصيل اللي خرجت بشكل كبير